بسم الله الرحمن الرحيم وما لا توفيقي إلا بالله علي توكلت معاكم مستر عب عزيز دابس من لصة نامير إن شاء الله هنكمل قواعد النحوية للصف الثالث سنوي وإن شاء الله برضو معانا النهاردة بعض القواعد اللي هتنفع لسنة أولى سنوي يعني موضوع المشتقات ممكن يطلع عليه طالب ثالث سنوي وطالب أولى سنوي أول درس في المشتقات اسم الفاعل بداية كده لازم نعرف الفرق بين المشتق والمصدر طبعا هنتعرض الكلام ده في المصادر المشتق هو كل ما أخذ من فاعل تمام زي اسم الفاعل مثلا وله دلالة يعني قائم بيدل على من قام بالفعل أما المصدر أخذ من فعل وليست له دلالة لأنه بمعنى المصدر المصدر حدث بدون زمن بل اتنين مأخذون من الفعل ولكن يطلق على اسم الفاعل المشتق لأنه له دلالة أما اسم الفاعل ليست له الاسف المصدر ليست له دلالة لأنه بيدل على الحدث نفسه طب انا محتاج انا كطالب المرحلة التانوية من اسم الفاعل ايه طريقة الصياغة ده أول حاجة طيب بعد كده ازاي هنطلعه من الكلام ونميزه عن ايه مشتق اخر بعد كده عمل اسم الفاعل والشروط طيب بالنسبة لصياغة اسم الفاعل ايه هو اولا تعريف اسم الفاعل اسم الفاعل هو مشتق من الفاعل زي ما وضحنا من شوية يعني مشتق ولما باخده من الفاعل بيكون الفاعل يا حبيبي المبني للمعلوم يؤخد من الفاعل مبني المعلوم ده معناه ان اسم الفاعل ينفق حط مكانه الفاعل مبني المعلوم اشتركوا في القناة